قلتلي بقى بسانت انا معنديش كلام اقوله في بسانت انتي مش فاهمة بسانت يعني ايه قلتلك لا قدام الكاميرا بقى قولي بسانت يعني ايه بسانت دي يعني او فعلا مفيش كلام يوصفها لان انا بموت فيها وهي بالنسبة لي كل حاجة ففكرة ان في شخصية مكفحة بشكل زيها شخصية مكفحة زيها معجب انت بكفح طبعا انا ما شفتش حد زيها فكرة ان حد يبقى بالكفاح ده وغير كده هي صغيرة فحد بالكفاح ده انا ما شفتش قبل كده وهي حرفيا البنت اللي بميت راجل وبجد بموت فيها وهي شطرة جدا وربنا يوفقها ان شاء الله يوفقك وهي بالنسبة لي كل حاجة الدنيا كلها طبعا احكي لنا بقى بسانت اصلا بتعمل الكافحة في ايه بسانت مغرنية اوبرا اوبرا اوه وان برضو متخرجة من الكونسرفاتور وهي حاليا بتدرس في النمسا انتو التلاتة الكونسرفاتور اه فيه مايسترو ورا الموضوع ده مهتم بقى بولاده اوه وبيشجع وبيدعمه ده العمود الفقري بقى العمود الفقري احكي لنا بقى العمود الفقري اه يعني بصي بقى ماما دي هي اللي بجد عملتنا كلنا احنا اللي من غيرها ما كناش هنبقى في اي يلا انا هكون واخد جايزة ولا اختي هتكون في النمسا ولا اخيها كان هيبقى موزه موسيقي بيد الشاطرة اللي هو فيها ففكرة ان هي بس كانت كسولة او او اي حاجة من دي احنا ما كناش هنبقى كده انما هي بجد تعبت و يعني بمعنى اصاح دهارات اوطم عشانا فهي انت مش متخيلة هي من غيرها احنا ما كناش هنبقى موجودين وقعدين وقعد معاكم دلوقتي يا ربنا يا رب انت رحى بكم انتو التلاتة يا رب مين قدوتك بقى في الموسيقى نفسك احلامك في الموسيقى ايه انت عندك 17 سنة والحقت المسابقة الغاية 18 سنة فانت الحقتها كده في الاخر فانت رابط ما بينجلين اللي بيبتدوا عايز تقولهم ايه واللي انت رايح لهم بقى تحقق وسطهم احلامك يعني اللي بيبتدوا بيتهيالي ان هو الموضوع مش صعب على قد ما هو محتاج ان هو تركيز ومذاكرة وهو عمتا ربنا كل المكتهد بيبقى ليه يعني اللي عملته بتاخده صح كل المكتهد نصيب بالظبط فهي مفيش حاجة صعبة بس هي لازم تركيز ومذاكرة وبس كده واحلامك احلامي بقى لا ده موضوع كبير اسمعه يعني انا نفسي اكون موضوع موسيقي زي اخويا و برضو عايز اسافر اعمل مستر كلاس بره بره مصر فيه؟ في المانيا و في النمسى عند اختي و انك قلتلي اصعب حاجة الالمانية انت قبل ما نتكلم صح؟ ليه؟ لا عشان الالمان هم جد جدا اه يعني جد في كل حاجة هم عندهم يعني الدقيقة تمثل ستين ثانية لازم يستسمروها اخ عم بس كده الالحان اللي انت بتحبها مين؟ عربي ولا؟ الاتنين الاتنين طيب بالنسبة للكلاسيك اللي انا بدرسه اصلا فانا بحب مؤلف اسمه سونسانس ده مؤلف كبير جدا و بيعمل كونشورتوهات جميلة جدا انا اصلا شرح لنا كده و انت بتتكلم لان ولا انا ولا المشاهدين يمكن نكون فاهمين قلائل بس اللي فاهمين اشرح لي اكتب يعني بصي احنا عندنا في الكونسرفاتور لازم نخش ببروجرم ده حاجة زي هو منهج منهج زي المناهج العادية فاحنا لازم بنذاكر من اول الترم لاخر الترم عشان بنخش نمتحن على ده وفيه سقط ونجاح فلازم نكون بنذاكر فبرضو البروجرم ده بيكون متكون من كذا حاجة يعني مثلا فيه سلالم سلالم ده حاجات بنذاكرها سلالم موسيقية؟ بالضبط